تعمل قطاعات مملكة البحرين كافة في سبيل تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي لتعزيز موقع المملكة الاقتصادي والاستثماري المتميز إقليميا وعالميا هذا ولم تغفل خطة التعافي عن الدور الهام للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره في مختلف المجالات تتضافر الجهود الوطنية وتتسارع الخطى في مسارات الإنجاز لتحقيق الأهداف التي حددتها خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين لتبدأ المؤشرات الإيجابية بالظهور تباعا في القطاعات المستهدفة لتؤكد قوة الاقتصاد البحريني وقدرته على تحقيق معدلات نمو تعكس استمرار تعافي القطاعات الاقتصادية الحيوية الخطة الطموحة التي جاءت تحقيقا لرؤى جلالة الملك المعظم وتم الإعلان عنها من قبل الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترتكز على خمس أولويات رئيسية وهي خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعليتها لاستقطاب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتنمية القطاعات الواعدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتعزيز مساعى الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 حيث انبثق عنها 27 برنامج متكاملا تم الانتهاء من 15 برنامج والعمل جار على تنفيذ 11 برنامج خلال الفترة المقبلة ولم تغفل الخطة عن الدور الهام للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره وانعكس ذلك في مبادرات الخطة من خلال توفيرها لفرص استثمارية ومزايا تنافسية تفتح مجالات عديدة لاستمرار الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص ليواصل القطاع الخاص النهوض بمهامه في تعزيز موقع مملكة البحرين الاقتصادي والاستثماري المتميز اقليميا وعالميا ودعم عملية البناء والتطوير بما يخدم المسيرة الوطنية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني التنافسية على المستوى الدولي ترجمة نانسي قنقر